17 عاما من الحرب الاهلية والنزاعات انهى اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في جوبا برعاية اماراتية اتفاق وصف بالتاريخي وجاء بعد مفاوضات شاقة فشلت اكثر من مرة في التوصل الى نهاية للصرع ولكن هذه المرة نجحت المفاوضات التي دامت نحو عشرة اشهر في وضع اسسا لاتفاقات سياسية وامنية ومالية وشملت حركات وتخالفات مسلحة في دارفور وجنوب وغرب كردفان والنيل الازرع فيما غابت عن الاتفاق حركة جيش تحرير السودان جناح عبدالواحد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبدالعزيز الحلو كيف تبدو اذا مرحلة ما بعد توقيع اتفاق السلام في السودان لمناقشة هذا الموضوع ارحب بضيفينا معنا من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي دكتور عصام دكين ومعنا من جوبا كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة احمد محمد تقد مرحبا بضيفي دكتور عصام مسل خير دعني ابدأ معك اولا اتفاق تاريخي لا شك السؤال هل هو اتفاق كامل وشامل ام ان هناك ثغرات كما يقول البعض يجب التعامل معها في هذا الاتفاق مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى الاخ احمد حسين تقد في جوبا الاتفاق في مضمونه ممتاز للقاية ولكنه غير مكتمل لان العناصر التي جزء من الحرب في دارفور وفي النيل الازرق وفي جنوب كردفان غير موقع على هذا الاتفاق الاتفاق جاء بشكل كان بطيئا جدا خلال العشر اشهر الماضية لكن هو خطوة للامام انه يوقف نزيف الحرب في دارفور وفي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان اذا نجح الاتفاق في ضم عبدالعزيز الحلو في جنوب كردفان واذا ضم جوزيف تيكا في النيل الازرق واذا ضم عليه عبدالواحد محمد نور في دارفور دارفور فيه حوالي اكثر من 80 حركة مسلحة الان بدأت البيانات تترى ترفض هذا الاتفاق باعتباره ان جبهة سورية اختطفت هذا الملف وعقدت السلام سريعا جدا مع الحكومة الانتقالية لان الحكومة الانتقالية ايضا في امس الحوجة ينتوقع سلام يؤكد ان جديتها في عملية السلام هذه الخطوة انا بعتقدها ايجابية جدا اذا توسعت هذه الخطوة ووجدت رعاية كبيرة جدا من الاقليم ومن دولة الامارات العربية المتحدة لان التحدي الذي سيواجه هذا الاتفاق هو عملية التنفيذ التي تحتاج الى اموال طائلة جدا وبالتالي الاصدقاء في افريقيا وفي العالم العربي وفي اوروبا وفي امريكا اذا دعموا هذا الاتفاق يمكن ان يحقق سلام الى الامام لكن تبقى خطوة منقوصة حتى الان لان هناك اطراف ايضا مهمة في عملية السلام لم توقع على هذه الوسيقى طيب استاذ احمد مرحبا بك معنا ايضا من جوبا وانت يعني عضو في هذا الوفد كان هناك تصريح للسيد جبريل ابراهيم زعيم حركة العدو المساواة يقول في ان التحدي الاساسي الان الذي يواجه هذا الاتفاق هو التطبيق وايضا ايجاد مسألة المنح اللازمة لتحقيق ذلك ما الذي تعتقد بانه ينقص هذا الاتفاق لكي يطبق على ارض الواقع عدا عن انضمام الفصائل التي لم تنضم حتى الان شكرا جزيلا لك ولضيفك في الخرطوم الاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم في جوبا لا شك انه اتفاق تاريخي وظل الشعب السوداني ينتظر هذا الاتفاق منذ فترة طويلة ونحن نعلم ان الحرب اللعينة الدارت في مناطق متعددة من السودان تركت اثار وترتبت على هذه الحرب يعني ضرر كبير جدا في البنية التحتية للدولة السودانية وبالتالي هذا الاتفاق سيؤسس لمرحلة جديدة وهي مرحلة التحول نحو الاستقرار والبناء وكذلك التحول نحو افاق جديدة في اطار البرنامج الفترة الانتقالية الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في كل رضوع السودان لا شك ان الاتفاق الذي تم اليوم من حيث القضايا اتفاق شامل ولكن من حيث الاطراف هناك طرفان اساسيان لم يقونا جزءا من هذه العملية ونحن نتطلع ان يكمل القائد عبدالعيز الهلو وهو الان في المنبر ويتفاوط ولديه الرغبة في الوصول الى اتفاق ويلحق مع بقية رفاقه في المنبر حتى يكون الاتفاق شاملا وكذلك نحن مجتمعين ندعو الاستاذ عبدالواحد محمد نور ان يلحق بهذا الاتفاق لا شك ان التحدي كبير خاصة ان الاتفاق الذي تم اليوم تضمن آليات متعددة وخاطبت قضايا شائكة في تاريخ الألزمة السودانية وهناك ضرورة للبحث عن الموارد الكافية لتنفيذ اتفاق السلام والتحول الى مرحلة بناء السلام وهنا يأتي دور الشركاء في العملية السلمية دول كالمملكة العربية السعودية وكدولة الامارات العربية والدول الافريغية والمجتمع الدولي نتطلع ان تستمر هذه الجهود ونحن نعلم ان المملكة العربية السعودية استضافت مؤتمر لشركاء السودان بصدد البحث عن موارد كفيلة لدعم العملية السلمية الجارية في جوبا وكذلك هناك جهود ومحاولات مستمرة لعقد مؤتمر ثاني في هذا الاتجاه ولذلك نحن الآن نتمتع بسند ورعاية من دولة الامارات العربية وكذلك اهتمام بالغ من المملكة العربية السعودية وكذلك المحيط الافريغي هنا والعالم الغربي ونتطلع ان كل هذه الجهود ستساعد الحكومة السودانية واطراف العملية السلمية واطراف الاتفاق من الدخول في مرحلة جديدة وتنفيذ ما جاء في الاتفاق حتى نتمكن من اعادة الحياة لملايين من الشعب السوداني الذي ظل لفترة طويلة جدا طيب استاذ احمد اسمح لي على المقاطعة فقط حرصا على الوقت يعني اوضا افهم منك الفصائل الاخرى التي لم تنضم بعد الى هذه الاتفاقية لماذا لم تنضم ما هي النقاط الاساسية التي بقيت عائقا بينها وبين التوقيع على هذا الاتفاق باختصار لو سمع طيب باختصار شديد حركة القائد عبد العيز الحلو حركة موجودة في هذا الممبر دخلت المفاوضات بطريقة متأثرة ولكن هذه الحركة الآن في العملية السلمية وتتفاوط مع الحكومة السودانية وهناك وفد هذه الحركة موجودة وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هذه الحركة خارج العملية السلمية حتى وإن لم توقع لأنها لم تتفاوط تكمل كل الملفات المرتبتة بالعملية السلمية أما الأستاذ عبد الواحد محمد نور ظل لفترة طويلة جدا يشكل غياب كامل عن المنابر التي تفحس عن عملية السلمية منذ 2006 وهو لم يشارك في أي عملية سلمية وبالتالي الرهانة على عبد الواحد محمد نور أو الادعاء بأن غياب عبد الواحد محمد نور سيشكل أسرا كبيرا في تنفيذ هذا الاتفاق أنا لا أتفق مع هذا الرأي وهذا الاتجاه ولكن نعلم أن المهم ليس في مشاركة كل الأطراف وإن كان ذلك ضروريا إلا أن هل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خاطب القضايا التي ينادي بها الأستاذ عبد الواحد محمد نور أم لا هل هذا الاتفاق يمكن تنفيذه في واقع في الأرض ويمكن أن يستفيد المواطن المتضرر في دارفور سواء في معسكرات النزوح أو الليو من هذا الاتفاق أنا أقول بكل ثقة نعم وسنتمكن من تنفيذ هذا الاتفاق وسيلحق لو سادة عبد الواحد طال الزمن أو قصر طيب دكتور عصام بعض النقاط التي كان عليها تحفظ أو اعتراض من قبل بعض هذه الفصائل لها علاقة بطبيعة الدولة في المستقبل شكل الدولة تركيبتها السيد عبد العزيز الحلو لديه ملاحظات كثيرة فيما يتعلق بعلمانية الدولة دور الدين في التشريع وكل هذه الأمور إلى أي مدى هذا الاتفاق تجاهل أو لم يتناول هذه القضايا الأساسية في دولة مثل السودان ذات أعراق متعددة ديانات متعددة هل هذه مسألة تم البحث فيها بشكل مستفيد برأيك هو بالتأكيد هذا هو مربط الفرس عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو وجوزيف تيكافينيل الأزرق يطرحون مسألة الدولة العلمانية الفيدرالية الديمغراطية ذات الهوية الإفريقية وليس الهوية الأفرعربية هذا هي حقيقة إذا لم تتحقق لهم هذه القضايا قيام دولة علمانية عبد العزيز الحلو يطلب حق تغرير المصير وعنده ما نفست اسمه المبادئ فوق الدستورية يعني لا يمكن مناغشتها أو إلقائها التي هي الهوية الأفريقية والعلمانية الدولة وبعض القضايا المهمة جدا أن السكان الأوريجينال في دارفور أو في نيل الأزرق أو في جنوب كردوفان هم أصحاب الأملاك وهكذا هذه قضايا مهمة جدا لذلك الأخي حسين بي أتحدث أن هذا الاتفاق شامل لكل القضايا هو اتفاق أنا أسميه تم التوقيع مع مجموعة يمينية غير متشددة مع مجموعة رافضة من العلمانيين بشكل كبير عبدالعيد الحلو خلفيته هو من الحزب السوداني وعبدالواحد هو علماني بشكل صارخ جدا بالتالي هم لم يجلسوا لأن الحكومة السودانية لم تطرح مسألة الدولة العلمانية على الإطلاق بالتالي الاتفاق الذي تم توقيعه لم يتحدث عن شكل الحكم يتحدث عن دولة فدرالية ذات ولايات وحكم محلي ولكن لم تقل هناك حكومة علمانية تفصل الدولة عن الدين وبالتالي هذا هو مربط الفرس الذي قاتل عنه الدكتور جونجرانك في السابق ويكمله الآن السودان الجديد عبدالعزيز الحلو ومعه عبدالواحد محمد هذا هو مربط الفرس وبالتالي أنا أفتكر حق الجبهة السورية والحكومة الانتقالية يوسع مداركهم وينظر في هذا الطلب أن نكتب علمانية سودانية يعني بهذا المسمى نحترم فيها كل الأديان نحترم فيها كل التنوع السقافي والعرقي ونكتب فيها تشريع مزدوج تشريع للمسلمين وتشريع لقير المسلمين وهكذا ممكن أن نعيش لكن بالطريقة التي يقود بها عبدالعزيز الحلو المفاوضات مع عبدالواحد محمد نور هذه الطريقة علمانية صارخة لا يريدون غيرها وإلا وحق تغرير المصير لشعب جبال النوبة والنيل الأزرق وكذلك دارفور التي يتحدث عنها عبدالواحد محمد نور هذا هو مربط الفرس أخي الكريم أما بقية هذا الاتفاق من حيث قسمة السروة والسلطة ودمج القوات والمقاعد هذا كلام ما فيه إشكالي ممكن كله يأتي ويحكم الحتة المهمة جدا لهول مرة يتم الاتفاق والحوار مع مجموعة الهامش الذين يسمون نفسهم من الهامش يعني لو قلنا عبدالحيميتي الفريق حيميتي هو من أخصى غربي دارفور والفريق كباشي من جنوب كردوفان وحمد حسن التعاشي من جنوب دارفور مع هذه المجموعة هم الذين ساقوا هذا الاتفاق ووقعوا عليه بقية الأطراف سموها المسارات مسار الشرق ومسار الوسط ومسار آخر اسمه مسار الشمال وأدوهم نسبة 10% في المشاركة في السلطة بقية القوى السياسية كلها في السودان غايبة تماما عن هذا المسرح أنا أتوقع السودان سيلتهب سياسيا الآن البيانات بدأت تطرى وتخرج إلى العلم من دارفور ومن الوسط وغيره عبدالعز الحلو اليوم أخرج بيان مع عبدالواحد مع النور مع مجموعة منه قالوا نحن في حل من الارتباط بما يسمى بوقف إطلاق النار وقالوا لقواتهم في الميدان أن يعيدوا ترتيبهم ويستعدوا لخوض معركة جديدة مع القوى الجديدة سواء من الجبهة السورية أو من القوات المسلحة وده شيء موسف جدا الخرطومة الآن لا تحتفي لأخي الكريم ما في أي مظاير احتفال بتوقيع السلام إلا ربما فيما بعد كذلك الحركة المواطنين يتساءلون هل عبدالعز الحلو موجود؟ هل عبدالواحد موجود لما نقول لهم؟ طيب نقاط كثيرة أثرتها دكتور أيصام ونقاط حساسة حقيقة أود أن أسمع من الأستاذ أحمد إلى تعليق ربما على بعضها سواء فيما يتعلق بالمزاج العام بعد التوقيع على هذا الاتفاق وأيضا مسألة شكل الدولة المستقبلي علمانية الدولة العلمانية السودانية كما وصفها الدكتور عصام ما رأيك بكل هذه القضايا أستاذ أحمد؟ القضايا التي أشار إليها العصام أنا أعتقد لم تلامس الحقيقة بالشكل المطلوب أولا خرجت جماهير كبيرة جدا في مدن متعددة من السودان للترحيب بهذه العملية السلمية التي تمت اليوم في جبا أما القضية الدين وعلاقة الدين بالدولة واحدة من القضايا التي تم نقاشها بشكل مصطفيد واتفق الأطراف هنا في جبا على ضرورة الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة وأما قضية العلمانية بالشكل الذي يتحدث عنه ضيفك من الخرطوم وهي مسألة دستورية تهم كل الشعب السوداني لذلك نحن أفردنا لهذه القضية مساحة في الاتفاق السياسي الذي تم اليوم وذلك الشعب السوداني سيتجه مباشرة قبل نهاية المرحلة الانتقالية إلى مؤتمر دستوري يؤسس لمستقبل السودان ويحدث أولوياته ويخاطب القضايا التي ظلت مثار جدل في الساحة السياسية السودانية وقضية العلمانية واحدة من القضايا التي ظلت مسار جدل وبالتالي هذه القضية مطروحة من ضمن أجندة المؤتمر الدستوري الذي سيشارك فيه كل الشعب السوداني ويقول الشعب السوداني رأيه وبالتالي يصعب جدا إملاء شروط على الشعب السوداني أو إملاء طرف من الأطراف على بقية الأطراف السودانية ما يرغب فيه ولكن هذا الأمر مطروح للمؤتمر الدستوري ونحن أفردنا مساحة كبيرة لهذه المسألة الاتفاقية السياسية الكبيرة التي تمت هنا في جبا في رأينا خاطبت كل القضايا التي تهم الشعب السوداني في القضايا القومية التي خاطبت كيفية التعامل في مؤسسات المرحلة الانتقالية وكذلك كيفية معالجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت الأجهزة السودانية ابتداء من الخدمة المدنية ومرورا بالأجهزة النظامية المختلفة وكذلك محاولة لاستيعاب مكونات الشعب السوداني في أجهزة الدولة السودانية حتى تكون هذه الأجهزة معبرة تماما واضح أستاذ أحمد للأسف فقط حرصا على الوقت المتبقي هذا بالإضافة إلى الإفرازات الناتجة من الصراع نعم دكتور عصام في الدقيقة ونصف المتبقية يعني مسائل كثيرة ما زالت عالقة متفجرة ربما في المستقبل مسألة مستقبل الميليشيات والفصائل المسلحة كيف برأيك هل تم التعامل معها بشكل مرضي لجميع الأطراف هو بالتأكيد غير مرضي الاتفاق قال ستكون قوة وطنية في دارفور مناصفة ما بين الحركات المسلحة وما بين القوات الشعب المسلحة مناصفة تتكون من 20 ألف جندي 10 للحركات المسلحة و10 للقوات المسلحة وبالتالي أصبح هناك تعادل ما بين القوات المسلحة والحركات المسلحة وبالتالي هذا قير منصف لأنه ليس كل المتمردين هم في دارفور لأن دارفور ليست كلها خاضعة لعملية التمرد من ضمن الحركات أيضا عملية دمج القوات لم تحدد الشروط التي يتم بها الدمج كذلك لم تحدد عدد القوات كم يملك من ناوي من القوات العسكرية كم يمتلك جبريل كم يمتلك الهادي إدريس كلهم لم يحددوا عدد قواتهم وأين مكانهم جغرافيا ربما تكون هذه هي معلومة أمنية لكن يفترض الآن أن ينص عليها ويوضح أن عدد القوات عند جبريل عدد القوات عند من أركم الناوي عدد القوات عند دكتور الهادي إدريس وكل الذين واقعوا كم قواتهم لم يقل هذا الحديث ولم يحددوا الشروط وبالتالي غابت الاستراتيجية الكلية لعملية تحقيق السلام عشان يصبح نموذج للذين لم يوقعوا على السلام أن يستمروا بتلك النموذج إذن ستكون التفاوض متعدد سنفاوض جوزيف تيكا في النيل الأزرق وسنفاوض الحلو في كردوفان ونفاوض عبدالواحد الحمدين كل له أجندة مختلفة والدولة ليست لها استراتيجية محددة لعملية السلام وبالتالي أنا أفتكر مرجعية الدولة النظامية والسياسية والدينية والإدارة التنوع هي التي تحدد كيفية وضع عملية السلام لكن عموما هي خطوة إيجابية للأمام شكرا جزيلا لك دكتور أصام دكين الكاتب والباحث السياسي كان معنا من الخرطوم وأشكر ضيفنا من جوبا كبير مفاوضي حركة العدل والمساوال أستاذ أحمد محمد تقد شكرا لكم